وهذا سائل يقول ما هي الصفات في حق الله عز وجل التي لا يجوز فيها التأويل وما هي الصفات التي يجوز فيها التأويل فقد تفظلت أثناء الدرس فقلت قريب بمعنى قريب بعلمه وبإحاطته ما في صفات تؤول كل الصفات لا يجوز فيها التأويل وقريب بعلم هذا ليس من باب التأويل هذا من باب التفسير هذا من باب التفسير مثل قوله وهو معكم أينما كنتم معنى بعلم لا بذاته مختلط فينا هذا حلول لماذا بالحلولية هذا ليس من التأويل هذا من التفسير تفسير الآية فرق بين التفسير والتأويل الذي هو صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه نعم